اشتركوا في القناة جائج الجعدان شوط من اشواط الانتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر بهذه التحديات الجميلة والرائعة نسير مشاهدين متابعين الكرام نتابع صدارة هذا الشوط نتابع البداية نتابع المقدمة وارهني ايضا اللقاد المجموعة منذ البداية في هذه التحديات الصباحية الجميلة والرائعة بهذا الانطلاق المثير بهذا الاندفاع المتميز نتابع الصدارة وارهن حنيش لفارس بن معضد بن محمد المزروعي من ينطلق على المقدمة ولكن من الجانب الاخر نتابع عازف لمنصور بن محمد بن لويع الاخييني وارد تقدم ارد تقدم مع المركز الثالث في هذا الاداء المتميز الدبلوماسي لمعضد بن سيب المعضد المشغول يتقدم ايضا على مستوى المركز الثالث رابع التحديات القدوم القدوم من شاهين لعمر بن مطر بن لاحج من يتابع تقدم شاهين على مستوى المركز الرابع ومع المركز الخامس المركز الخامس الاسهامي اللي بدت تتسلل في هذه اللحظات رهنية العاصي لمحمد بن عبدالله بن السبعين لمحرمي ومن الجانب الاخر من الجانب الاخر بالشعار مضفر بن محمد العامري يتقدم في هذه اللحظات بهذا الاداء المتميز نتابع المركز السادس سادسا القدوم التسلل للزعفران لممخوت بن سالب بمخوت المنهالي بينما انطلاغنا مع المركز الثامن مع المركز الثامن الاسامي التسلل الانطلاق المتميز في هذه اللحظات شاهين بشعار حمدان بن احمد بن عبدالله بالطير العامري ومع المركز التاسع المركز التاسع انطلاقة راهي للدحبة بن عبدالله بالدحبة العامري ومن الجانب الاخر على مستوى المركز العاشر القدوم في هذه اللحظات والتسلل التسلل نتابع غزيلان لسعيد بن علي بن حمد الفيدة المري هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام نتابع بداية هذا الشوط مع لوحة الالف والميتين الصدارة والمقدمة والحنيش اللي ير الشوط منذ البداية منذ البداية فارس بن معضد بن محمد المزروحي من ينطلق بمقدمة هذا الشوط وغزيلان يتسلل مع المركز الثاني مع المركز الثاني بشعار سعيد بن علي بن حمد الفيدة المري ومع المركز الثالث المركز الثالث العاصي محمد بن عد الله بن سبعين المحرمي يقدم يقدم العاصي وشعار حمد بن أحمد بالطير العامري ينطلق أيضا على مستوى المركز الرابع مع السلالة الشاهينية خامس الانطلاقات نتابع الزام لخميس بسريا بن راشد لعويسي هذه النتيجة هذه النتيجة للمراكز المتقدمة ولكن بالتابع بالتابع البداية منعود مع مقدمة هذا الشوط مع الكوكبة مع الكوكبة الثرائية مع الصراع الثرائي الحنيش وسيطر ولكن أرغزيلان من بدأ يتسلل من بدأ ينطلق بمقدمة هذا الشوط والقدوم مع المركز الثالث الهلالي الهلالي سعيد بن سالم بن حبيب الهشامي ينطلق أيضا بالتحديات الهلالي مع المركز الثالث والحنيش مسيطر الحنيش مسيطر على المقدمة الهلالي قادم أيضا وغزيلان التحديات جميلة الكوكبة الثلاثية ثلاثية على مقدمة هذا الشوط وغزيلان ولكن الهلالي قاد المجموعة قاد المجموعة انطلق بناموسي هذا الشوط سعيد بن سالم بن حبيب الهشامي هو الأقرب هو الأقرب لسلاماتي هذا الشوط سلام السلطنة سلام اسعدت صباحا بهذا الانطلاق المتميز وادي بني خالد أيضا بالمنطقة الشرقية بالمحافظات الشرقية ينطلق بناموسي هذا الشوط سعيد بن سالم بن حبيب الهشامي سلام وادي بني خالد سلام المركز الثانيات غزيلان سعيد بن علي بن حمد الفيدة المركز الثالث ياتي الحنيش لفارس بن معضد مجروحي المركز الرابع تحد دياس شاهين لحمدان بن احمد بالطير العامري ومع المركز الخامس حمدان بن محمد بن مرشد ينطلق أيضا على مستوى المركز الخامس هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام للخمس الأسامي المتقدمة في هذا الشوط نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الهلالي إلى خط النهاية يهدي سلامات الأهالي السلطنة بالمحافظة الشرقية ووادي بني خالد أيضا من قدمون أيضا تحديات هذا الشوط مع الهلالي ياتي بالتوقيت زمني مقدارة أربع دقائق أربعين ثانية وتسعة الزامنة ثانية تهانينا لسعيد بن سالم بن حبيب الهشامي على فوز الهلالي بالمركز الأول بينما اللي وصل مع المركز الثاني هذه لحظات وصول الزيلان أربع دقائق أربعين ثانية ست أجزاء من الثانية التهاني لسعيد بن علي بن حمد ألف هيدا المري بينما اللي وصل مع المركز الثالث هذه لحظات وصول المركز الثالث وياتي الحنيش أربع دقائق أثنين واربعين ثانية ثمان أجزاء من الثانية تهانينا لفارس بن معضد بن محمد المزروحي تهانينا للجميع والنموس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة